استعدادات النهائية للأهل قبل السفر إلى جنوب إفريقيا يوم الأربع إن شاء الله حوالي الساعة 2 الظهر استعدادا لمباراتين أو موقعتين حاسمتين بشكل كبير جدا في مشوار الأهل هذا الموسم في دور أبطال إفريقيا حلقة فيها كواليس وتفاصيل وكمانا هنتكلم على تعيين الخبير البرتغالي فيتور بيريرا رئيسا للجنة الحكام خلال الفترة اللي جاية وتأكيدا لكل المعلومات اللي اتكلمنا فيها بالأمس عن ماذا يدور في الكواليس بخصوص الفترة القادمة في لجنة الحكام وهنتكلم على كمان أخبار اللاعبين والمصابين خلال الفترة اللي جاية حلقة فيها كواليس كتير قوي تابعونا على مدار الحلقة لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف من وجهة نظركم أو في رأيكم ما هو أفضل تشكيل للأهل يقدر يلعب به مباراة الغد أمام المأولين العرب تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال وتوقعاتكم أيضا لنتيجة اللقاء من خلال صفحاتنا عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة أستعرض أكبر قدر من أراء ومشاركات حضرتكم على السؤال لكن نروح لي أهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا للمقاولون العرب وفي الترند المحلي اتحاد الكرة يقدم رئيس لجنة الحكامة الجديد في مؤتمر صحفي وفي الترند العالمي إنجاز محمد صلاح حديث العالم النهاردة عندنا فقرة خاصة بالنجم المصري محمد صلاح لأنه مبارح سطر تاريخ لمصر وللكرة المصرية ولإسمه في الدور الإنجليزي كالهدف التاريخي لليفربول في البريمير ليه خلال الأعوام الماضية طيب مباريات اليوم والنهاردة في جولة كبيرة جدا من المباريات المحلية وجولة في الدوريات الأوروبية منذ قليل انتهت مبارات الداخلية وغزل المحلة بفوز الداخلية 2-1 في المباراة اللي أقيمت على ملعب بيترو سبورت نتيجة مفاجأة فوز الداخلية على المحل ساعة 5 وفي هذه الأثناء مباراة ما بين المصري مع طلاق الجيش على استاد برج العرب نروح للدور الإنجليزي والساعة العاشرة من مساء اليوم برينت فورد بيصديف فولهم وفي مباريات الدور الإيطالي الساعة 7 ونص ساسولو بيصديف كيرامونيزي الساعة العاشرة إلى ربع تورينو بيصديفها بيلونيا وفي الدور الأسباني في الساعة العاشرة أيضا وساسونا بيصديفها السلتة فيجو دي أبرز مباريات اليوم سواء في المباراة المحلية أو في أكبر وأهم الدوريات الأوروبية سواء الإنجليزي أو الإيطالي أو الأسباني طيب قبل مطلع الفاصل يمكن النهاردة صحينا كده على خبر حزين النهاردة يمكن سمعنا وقرينا خبر وفاة والد الكابتن محمد محمود لاعب النادي الأهلي ومنذ قليل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الإدارية والرياضية ينعون ببلغ الحزن والأسى والد محمد محمود لاعب الفريل أول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي وفته المنية اليوم دعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواس رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون محمد محمود يمكن أنا دخلت بيت محمد محمود والتقيت بوالده في أكتر من مناسبة بيت مصري أصيل رجل يعني ربنا يتغمده برحمته شخصي جميل جدا أهلاوي جدا ابن بلد جدا يعني رب أولاده بشكل مميز عنده ابنه أحمد دكتور محمد لعيب كرة إنسان على خلق يعني ربنا يصبرك يا محمد ربنا يصبرك يا دكتور أحمد على وفاة الوالد وإن شاء الله بإذن الله يكون في الجنة بإذن الله ويلهم الأسرة يا رب الصبر والسلوان نخرج لفاصل وبعد الفاصل نستكمل مع بعض بقى فقرات برنامج الترنت محمد ده صلاح بالأمس سطر تاريخ تاريخ للقرى المصرية في الملاعب الإنجليزية فكرة إنك تيجي في فترة كده من الفترات وإنت بتتابع القرى الأوروبية وتحديدا الدور الإنجليزي أحد أهم وأكبر الدوريات الأوروبية وتقول في مخيلتك مثلا كده هل ممكن هيجي يوم يكون لعب مصري هداف الدور الإنجليزي أو مثلا يحرز هدف أو يحرز هاترك كانت أقصد طموحات تقولك إيه مثلا أقمده بيلعب في الدور الإنجليزي وماشي بشكل كويس عمري زاكي في أول عدد مباريات ليه في الدور الإنجليزي أحرز مثلا عشر أهداف دي كانت أقصد طموحات لكن على مدار خمس سنين خمس مواسم متتالية محمد صلاح منذ أن انتقل إلى ليفربول في موسم 2018 وعلى مدار الخمس ستة مواسم هداف الدوري حتى لو بيتقسم صدارة الهدافين مع عدد من الأندية أو عدد أصد من اللاعبين اللي موجودين معاه سواء في ليفربول أو الأندية المنافسة ولكن احنا وصلنا لمرحلة اللي احنا بنتكلم على أن الهداف التاريخي لمين يا جماعة لليفربول في البريمير ليج لاعب مصري اسمه محمد صلاح أعتقد إنجاز كبير جدا وإنجاز تاريخي كبير جدا ومبارح كان كل العالم بيتكلم على هذا الإنجاز بشكل متوازي مع فوز ليفربول على المان يونيتد بسبع أهداف مقابل لشيه ممكن البعض يقول لك ما هو فوز ليفربول على المان يونيتد 7-0 ده أكيد سحب البصات شوية من الرقم القياسي لمحمد صلاح لا الاتنين كانوا في شكل متوازي والكل بيتكلم على الإنجازين صلاح تصدر قائمة هدافي ليفربول في البريمير ليج وفي نفس الوقت فوز ليفربول على منشستر يونيتد 7-0 مبارح بالمناسبة وإحنا بنتكلم في التريند العالمي عرضنا الإحصائية المتعلقة بهدافي فريق ليفربول في البريمير ليج وقلنا مبارح صلاح على أعتاب هدفين يتساوى مع روبي فاولر أو ممكن يتفوق عليه ويكون الهداف التاريخ وبنستعرض الأسماء بنتكلم في أسماء مين يا جماعة؟ روبي فاولر ستيفان جيرار مايكل أوين بغض النظر بقى عن ساديو من هو نفس جيل محمد صلاح بس انت بتتكلم عن 3 لعيبة احنا كنا بنستمتع وبنتمنى نشوف حتى مباراة لفريق مصري قدام اللعيبة دي لكن ده احنا بقى عندنا نجم بيتفوق على هؤلاء اللعيبة أصبح صلاح أسطورة للقرى المصرية في الملاعب الإنجليزية وتحديداً كمان في الملاعب الأوروبية نهاردة وإحنا بنتكلم في موضوع التريند واللي كان متصدر السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة كان محمد صلاح أنا أستعرض مع بعض إنجاز صلاح واللي كتب بالأمس لغاية الساعات الأولى حتى من صباح اليوم بخصوص أهداف صلاح في المان يونيتد لأن احنا عندنا النهاردة منشتات وعنوين وستوري وسيلفي وتريندات وبوست على الفيسبوك وتغريدة على تويتر وصورة على الإنستجرام عندنا كلام كتير جداً بخصوص صلاح نبدأ الأول بالملك المتوج على عرش القرى الإنجليزية محمد صلاح من خلال حسابه الرسمي على تويتر كتب يوم استثنائي لجميع مشجعي ليفربول يشرفني أن أستمر في صنع التاريخ مع هذا النادي الرائع دي التويتر اللي كتبها صلاح على حسابه الرسمي على تويتر طب تعالوا نشوف حساب ليفربول على تويتر إزاي اهتم وتكلم على إنجاز صلاح نشروا صورة لصلاح من داخل غرفة خلع الملابس وكتبوا عليها سيلفي مع الأسطورة صورة معبرة وفخر لينا بجد في مصر طيب صاحب الإنجاز التاريخي على مدار سنوات عديدة في ليفربول روبي فاولر واللي كان حاضر بالأمس قدامكم إيه الصورة من خلال حسابه الرسمي على تويتر كان حاضر المباراة بيتفرج على المباراة في ملعب الأنفلد ونشر صورة ليه من الملعب وقال تهنئة كبيرة لمحمد صلاح استورة ليفربول فخر وإنجاز عظيم جدا للاعب مصري في الملاعب الإنجليزية طيب نروا الحساب يلا كورا على الفيسبوك واللي تكلموا على أهداف الملك المصري صلاح أمام الخمسة الكبار شوفوا بقى لما صلاح يحرز أهداف في مين؟ في المان يونيتد وأرسل وتتنهمه تسيبير والمان سيتي وتشيلسي صلاح في 11 مباراة أحرز 10 أهداف في مانشستر يونيتد في 11 مباراة أحرز في أرسنل 7 أهداف نفس الرقم 7 أهداف من 11 مباراة أمام تتنهم هوت سيبير وأيضا أمام مانشستر سيتي أحرز 6 أهداف وفي تشيلسي أحرز 4 أهداف طيب حسابي اللقورة أيضا على تويتر قال أن أهداف صلاح في مواسمه الستة مع ليفربول كانت كالأتي موسم 2017-2018 أحرز 32 هدف في 36 مباراة 2018-2019 أحرز 22 هدف في 38 مباراة 2019-2020-2019 هدف في 34 مباراة 2020-2021-22 هدف في 37 مباراة 2021-2022-23 هدف في 35 مباراة الموسم الحالي 2022-2023 حتى الآن رغم نتائج ليفربول المترجعة في الدور وفي دور الأبطال والخروج 11 هدف في 25 مباراة طبعا هو الأعتاب الخروج ولسه مخرجش طيب في تشيلسي آه قلنا كان أحرز أربع أهداف في 11 مباراة طيب حساب جول على تويتر بيقولوا أن فيرمينيو احتفل مع صلاح في أول هدف ليه مع ليفربول في الدوري وآخر هدف ليه في الدوري أيضا قدامكم حتى الصورة ومعمولة كروب على الصورة لما كان أول موسم لصلاح وآخر هدف ليه في الموسم الحالي مع صلاح طيب نروح بقى للصحف الإنجليزية ونشوف الإيجابية في إنجاز محمد صلاح وماذا عبرت الصحف الإنجليزية عن الرقم القياسي لصلاح نبدأ مع بعض من خلال التايمز كتبوا قال للسماء السبعة ليفربول يضرب منافسه اللدود فكرة أن ليفربول يكسب منشستر رونيتد 1-0 دي أزمة ما بالكم قال لما تبقى سبعة وصلاح يحرز هدفين ويعمل أكتر من أسست ويعمل إنجاز تاريخي كمان التليجراف قالت السيرك عادة في المدينة في إشارة إلى الأهداف السبعة التي أحرزها ليفربول زاصن أشارت الصحيفة إلى رد النجم المصري عندما سئل عاقب المباراة عن طريقته للاحتفال بإنجازه الشخصي حيث عنوانت صحيفة زاصن وقالت صلاح يحتفل برقم القياسي بأكواب من الشاي لعب مصري أكيد يعني لازم الشاي المشروب الأساسي لأي مواحد مصري إلا الميرور قالت عنوان لصحيفة سبعية وجحيم سيفن هيل يعني مطش كان جحيم على المان يونيتد في ملعب الأنفل إلا ديلي ستار اختارت الصحيفة نفس عنوان ميرور قالت سبعية وجحيم وأضافت في صفحتها الرياضية هزيمة تتين بسبعية تين هاجة طبعا المدير الفني المان يونيتد تلقى هزيمة سقيلة من يورجن كلوب بسبعية الجارديان اختارت الصحيفة عنوان سبعة من الأفضل ليفربولي يزل يونيتد بهزيمة قاسية على فكرة جماعة اللي احنا بنعرضه ده يوم للتاريخ وإحنا لما نبقى عايشين في الأجواء دي هنتذكر ونقول بعد سنين وسنين لما يعتزل صلاح ان شاء الله بعد سنوات طويلة احنا كان عندنا نجم مصري عمل ايه في الملعب الانجليزية حاجة اخيرة كده وإحنا بنستعرض مثلا اهداف صلاح في الدوري الانجليزي احرز 129 هدف بقدمه اليسرى 102 بقدمه اليمنى 20 هدف ضربات بالرأس اهداف بدربات الرأس 7 اهداف طيب من داخل منطقة الجزاء 121 هدف يعني العب جوا منطقة الجزاء هتقدرش تمنعهم من احراز الاهداف من خارج المنطقة اهداف قليلة 8 اهداف طيب 129 هدف تقسيمة الاهداف على ملعب ليفربون وخارج الملعب ايه في الانفلد احرز 74 خارج الانفلد احرز 55 يعني صلاح ما بيفرش معاه المباراة على ارضه او خارج ارضه وقضامكم هاي الاحصائية الرقمية انجاز عظيم جدا لنجم كبير احنا بنسعد به اكيد واصبح اسطورة كبيرة للقرى المصرية في الملاعب الاوروبية دي كانت فقرة مهمة جدا نلقى فيها الضوء على انجاز نجم مصر كبير كلنا بنفتخر به نخرج لفاصل وبعد الفاصل نبدأ نتكلم على الاهلي وايه اللي هنشوفه خلال الفترة الجاية للاستعداد للمؤولين وبعد جدا مباراة ساندونز واللي جاي بالنسبة لمشوار النادي الاهلي عيد ميلاد محمد مجد افشا احد لاعبي ونجوم النادي الاهلي في الفترة الاخيرة كل سنة وانت طايب يا افشا وبإذن الله الفترة الجاية تقدم مستوى المعروف عنك وتظهر بشكل رائع زي ما ظهرت خلال السنتين اللي فات وكلنا بالتأكيد عارفين ان من الاهداف التاريخية واللحظات التاريخية اللي عشناها في النادي الاهلي هدف افشا القضية ممكن بتعليق للمعلق التنسي الرائع عصام الشوالي في نهاء القرن امام الزمالك في دوري ابطال افريقيا نتمنى توفيه لأفشا عيد ميلاد سعيد وحياة سعيدة يا رب لأحد نجوم النادي الاهلي وللقرى المصرية خلال الفترة اللي جاية طيب الحديث بقى عن الجانب المحلي وانبارح كان عندنا كده معلومة وتكلمنا في جزئية مهمة جدا ليه علاقة بالتطورات اللي بتشهدها الجبلية خلال الفترة الاخيرة بشأن تعيين رئيس لجنة حكام جديد للفترة اللي جاية للجنة الحكام والاستعانة بالحكم الدولي البرتغالي السابق فيتور بيريرا ومن حسن الحظ احنا عشان بنحاول قدر إن كان بنشتغل بموضوعية فيه كلام كتير وفيه موضوعات كتير بنتكلم فيها والأيام بتثبت أو الساعات القليلة عاقب الحلقة على طول بتثبت اللي احنا الحمد لله بنتكلم بموضوعية لا بنشخصا أي قضية ولا بنوجه سهام النقد بشكل شخصي تجاه أي طرف في المنظومة الرياضية بشكل عام أو في المنظومة التحكمية بشكل خاص وانتم متعودين معنا وعارفنا من خلال كل الفترات الأخيرة لما تكلمنا على ملف التحكم كل كلمة بنقولها الحمد لله بتحصل وبتبقى مصدقة لحضراتكم قضامكم على الشاشة يمكن بعد الحلقة مبارح بحوالي ساعتين اتحاد الكرة أعلم عن تعيين فيتور بيريرا البرتغالي رئيسا للجنة الحكام ومسؤولا عن التطوير قضامكم طبعا في الصورة على يمينه الأستاذ خالد الدرندالي أمين صندوق اتحاد الكرة وعلى يساره اللواء حلم مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وكمان بجوار الأستاذ خالد الدرندالي الأستاذ محمد المشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري وعلى جانب اللواء مشهور الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة طبعا مش هتكلم كتير على مسألة تعيين فيتور بيريرا بريح قلنا تفاصيل كتير لكن أنا هنتظر بالتأكيد المؤتمر الصحفي وزا ما انتم شايفين على الشاشة اتحاد الكرة هيقدم فيتور بيريرا في مؤتمر صحفي عشان نسمع من الراجل مهم جدا نسمع منه أفقاره خلال الفترة الجاية خطة العمل الاستراتيجية اللي هيشتغل عليها السلبيات اللي شافها وعايز يطورها وهل هيبقى دوره التطوير فقط ولا تعيين هل هيبقى دوره لجنة حكام القسم الأول ولا هو مسؤول عن اللجنة الحكام الرئيسية وبالتالي مسؤول عن حكام القسم الأول والتاني والتالت والرابع أكيد عارف بعض السلبيات اللي تمت في عهد ماركك لاتنبرج فهل عنده تفاصيل عنها هل هيحاول يشوف تقنية الحكام الفيتجن المساعد تقنية الفي آر اللي ممكن يتقدم من خلالها هل في تحديثات هتتم على التقنية العدالة ما بين الحكام في التعيينات هل هيحتاج إضافات جديدة في عضوية اللجنة هل هيكتفي بالناس اللي موجودة هل بعد ما قعد معهم هيشوف محتاج تغيير كل ده أكيد عن يعرفه خلال الساعات الجاية وأنا عندي معلومات بس مش هسبق الأحداث لغاية لما نشوف الحاجات ده هتحصل ولا مش هتحصل وبغض النظر عن كل التفاصيل دي الراجل ده عشان ينجح لازم كل المجموعة اللي حاوليه تساعده وتسنده والاتحاد لو عايز التجربة تنجح يشوف مين اللي كان سبب رئيسي في أزمات ماركك لاتنبرج ويحاول يساعد الراجل ويجيب وجوه جديدة أو قدر الإمكان يعمل تطوير على اللجنة عشان تبقى الأمور مشة بشكل أفضل لأن الملف ده لو نجح وحصل تطوير هيحسب لمجلس الأستاذ جمال علام لو لا قدر الله حصل فشل أكيد هتبقى المسؤولية الكاملة على هذا المجلس لأن أعتقد دي التجربة التانية ومدارس مختلفة تجربة الإنجليزية مع ماركك لاتنبرج والتجربة البرتغالية مع فيتور بيريرا بيريرا رحكس عالم بيريرا كان رئيس لجمة حكام في العديد من الدول فبالتالي الرجل عنده تجربة هننتظر ونشوف ولكن الإيجابية اللي أنا بتكلم عليها لما بنفتح ملفه وبنتكلم فيه الأيام بتثبت كل معلوماتنا بتبقى صح بل بالعكس في بعض الحلقات بنخلص وساعتين تلاتة واللي احنا بنتكلم فيه بيتم إعلانه بشكل رسم دي الجزئية المتعلقة بتعيين الخبير البرتغالي فيتور بيريرا عندنا تفاصيل أكتر عن التدريب وكمان هنشوف تريند الأهل واللي كتب على السوشيال ميديا ونبدأ بقى نتكلم أكتر على مباراة المأولين وكيف يستعد الأهل أيضا لمباراة ساندونز وجاهزات اللعيبة خلال الفترة اللي جاية كل ده ولكن بعد الفصل طيب وحنا بنتكلم على القورة أكيد برضو فيه بنية تحتية النادي الأهل بيشتغل عليها بشكل كبير جدا المقر الرئيسي في الجزيرة فيه صيانة دائمة ودورية بتحصل فيه المقر الرئيسي نفس الأمر في مدينة مصر قام مقر رئيسي أيضا في النادي الأهلي والفروع المختلفة الشيخ زايد فيه ملاعب سكواش فيه صلاة مغطاة فيه تطوير بيحصل بشكل كبير جدا في الشيخ زايد التجمع الخامس والفرع ده أكيد الناس كلها مستنية تشوف إيه اللي هيحصل فيه خلال الفترة اللي جاء النهاردة كانت فيه زيارة لنجوم النادي الأهلي وقدامى النادي الأهلي لفرع النادي الأهلي في التجمع الخامس فريق القورة ونجوم القورة جزء لا يتجزأ من النادي الأهلي قدامكم طبعا على الشاشة يمكن ديه بعض اللقطات النهاردة لتواجد نجوم القدامى الكابتن حسام البدري وتواجده فيه النادي الأهلي كابتن نادياء السيد كابتن نتامر حفني يعني عدد من النجوم القدامى موجودين فيه فرع النادي الأهلي في التجمع الخامس كابتن طبعا حسام غالي كابتن أحمد شبير يعني أعتقد لفتة طيبة جدا أن جزء من تاريخ النادي الأهلي نجوم الكرة في النادي الأهلي أنا على المستوى الشخصي مبسوط جدا أن شاف الكابتن حسام والكابتن زياء الكابتن شبير يعني النجوم الكبيرة اللي موجودة في النادي الأهلي كابتن جمال السيد كمان يعني عدد من النجوم كابتن تايسير الهواري يعني عدد من النجوم مش أقول القدامة النجوم التاريخية والأساطير اللي كانت موجودة في النادي الآهلي كابتن تامر حفني ولليدور كمان في أكاديميات النادي الآهلي طيب مزيدا من التفاصيل بخصوص زيارة النجوم النادي الآهلي لفرع النادي الآهلي في التجمع معنا زميننا فاروق صلاح مفضى قناة الأهلي اللي كان حاضر الزيارة ورصد لنا كل الكواليس وكل التفاصيل مساء الخير يا فاروق برحب بك يا محمد وبرحب بكل مشاهدي برنامج الترند ومشاهدي فرع النادي الأهلي في كل مكان ارصد لنا بقى الزيارة وما تابعته وما رصدته بخصوصة زيارة نجوم النادي الأهلي لفرع النادي في التجمع الخامس زيارة هي الأولى من نوحها تعليقاتهم رؤيتهم شايف كمان هو الكابتن مختار مختار والكابتن محمد عمر والكلمة معك بقى تقول لنا كل التفاصيل يعني كلينا أقول لك يا محمد يعني أنت عارف على قدم وصاق كافة الأمور بتثير في فرع النادي الأهلي في التجمع الخامس لا يكون أحد الصروح العملاقة اللي هتضاف لكيان البيت الأهلاوي والنادي الأهلي يكون لي فرع في القارة الجديدة في التجمع الخامس ده مجود شدير جدا يعني خلال الفترة القادمة خلاص الأمور بتثير يعني زي ما قلنا يا محمد على قدم وصاق كافة الأمور كافة الترتيبات خلال الفترة القادمة يكون في فتاح هذا الفرع طبعا انت عارف أبناء النادي الأهلي وقيمة أبناء النادي الأهلي واعتزازهم وانتماءهم للكيان النادي الأهلي كان مجموعة من النادي الأهلي القدامة طبعا تبتتكلم في كابتن مختار مختار كابتن محمد عامر كابتن سامل بدري كابتن فتح مبروك كابتن شطة كابتن سامل حفني كابتن جمال السيد وكابتن عدل مصطفى طبعا مع وجود عدد وكابتن فوز سكوتي وعدد من النادي الأهلي القدامة وكابتن عيمان شوئي وكابتن إصامة عرابي كابتن محمد حشيش وكابتن مير همام وكابتن رمضان السيدة محمد الدين لنGS أنسى حد من الأسماء اللي كانت موجودة النهار ده مع القيمة والقامة الكبيرة كان الكابتن إحمد شوفير جميعهم كان يلتف حول الناس الأهلي في التجمع الخامس ما هو الموجود طبعا كان في وجود الكابتن محمود الخطيب طبعا بربقة معاقل وزير العامري فاروق نائب رئيس مجلس قدارة النادي الاهلي الكابتن عشام غالي دكتور محمد سرار الدين السيادة نائب محمد الجرحي الجميع حالة من الانبهار حالة من الفخر والإعقزاز بالكثرة الإنشاءات اللي شافوها بفرع النادي الاهلي دي استجمع الخامس جولة عايزة أقول لك يعني يا محمد بعض المواقف الطريفة يعني الكابتن الخطيب مع اللعبين القدامى قالوا احنا بنعمل خلاص فترة إعداد يعني تعرف الكابتن الخطيب لفه على كل مكان جوه النادي قال لك دي فترة إعداد للموسيم الجديد فترة تحمل عام تعرف مجموعة المدربين اللي موجودة يا محمد الكلام على البنية التحتية اللي فيها النادي الاهلي واللي النادي الاهلي بيطير بخطأ أكتر مرة طبعا مع الدولة المصرية اللي بتشهد محيط النادي الاهلي بالتجمع الخامس تحركات كبيرة جدا من الدولة المصرية والدور المجتمع النادي الاهلي يعني الكابتن مختار يتكلم في هذا الأمر قال لك النادي الاهلي مش دوره يوضي بس النادي الاهلي دوره مجتمع النادي الاهلي البنية التحتية في النادي الاهلي اللي كانت طبعا الأنشاط الرياضية اللي شغال فيها النادي الاهلي كأحد المؤسسات الوطنية اللي دورها لا يتجزع من هذا الوطن الجميع أشاد بالأمور اللي بتتم داخل فرع التجمع الخامس الحديث بقى الجانبية والكافتن الحطيب وأحاديثه مع كافة اللاعبين الملعب اللي موجودة يا محمد الجميع أشاد بالبهاب ونوعية الخامات الموجودة في هذه الملعب نادي الآلي المعايير اللي اختار بناء عليها سواء المعدات الموجودة سواء الملعب سواء ممطقة الكتزارية أو المبنى الاشتراكات كافة الأمور الإدارية الجميع أشاد إن النادي الآلي يعني في وسط هذه الأمور والأزمات اللي بيعاني منها العالم إن النادي الآلي يطلع بهذا المنتج بهذا الشكل طبعاً ده شيء بيحتب للنادي الآلي ومجلس قدارة النادي الآلي بقيادة الكابتل محمود الخطيب طبعاً السؤال يا محمد الأهم من الكتير بيسأل إمتى فرع التجمع الخامس هنشوف اللي افتتاح بإمتى عايز أقولك يعني النادي الآلي بيتبقى روتوش بسيطة جداً كانت بتتوقف طبعاً محمد بسبب العوامل الاتراض في الفترة الأخيرة لكن تقدر طبعاً يا محمد إن كافة المستلزمات كافة الإنشاءات النادي الآلي كان حريض إنه يتأنى في اختيار الأمور أو يعني تقدر طبعاً الأدوات اللي طليق بعضه النادي الآلي طليق بإسم ومكانة النادي الآلي حتى لو كانت تكلفتها أعلى حتى لو كانت يعني الأمور تعرف معها لكن لسه ما فيش معاد رسمي يا فروس صح؟ رسمياً يا محمد لم يحدد المعاد لكن أقدر أقول لك إن خلال يعني خلاص الموطة النظابة قريب كداً يعني أعرب من أي فترة قبل كده محمد طبعاً سؤال أخير يا فروغ طبعاً الكبار الكبيرة اللي قدامنا على الشاشة أنت بتكلم في أجيال بتكلم مرحلة الستينات والسبعينات والثامينات والتسعينات يعني أجيال مختلفة من نجوم الكرة والأساطير اللي سطروا تاريخ في النادي الآلي أكيد هيبقى جانب من حفل الافتتاح لهذا الفر مباراة لكرة القدم ما بين نجوم النادي الآلي أكيد ده كان في الكواليس النهاردة يا فاروق لو عندك تفاصيل بخصوص هذا الأمر يعني أنا عايز أقول لك يا محمد إن لهاب النادي الآلي لما شافوا الملاب اللي موجودة في الفرق التجمع الخامس اللي جميعاً لك لا إحنا نيجي نلعب إحنا نكون موجودين أعتقد يا محمد هيكون في أكثر من فكرة في يوم الافتتاح أعتقد هيكون من ضمنها هذا الأمر لهاب النادي الآلي إذا ما اتكلمت يا محمد على أجيال السبعينات والثمانينات والتسعينات أعتقد النهاردة حالة الفرحة اللي شفناها في العيون فعلاً يا محمد يعني بتطمن كل جماهير النادي الآلي إن فرع التجمع الخامس هيليه فعلاً بإسم وقيمة ومكانة عضو النادي الآلي وإسم وقيمة ومكانة النادي الآلي فاروق أنا بشكرك شكراً جزيلاً على هذه التغطية والصور دي أنا شايفها صور تاريخية إذا أنت فكرة بتجمع الماضي بالحاضر بالمستقبل ده في فرع التجمع الخامس من خلال مجلس الإدارة مع أساطير الكورة اللي مسلوا الأهلي عبر كل الأجيال لوحد سعيد وبيفتخر بهذه الصورة الحاضرية اللي بنشوفها دايماً في النادي الآلي من خلال هذا التجمع الرائع جداً ما بتقدرش تبص حتى في الصورة تقدر تفرق من مجلس الإدارة من نجوم الكورة من الناس اللي شغالة في النادي أو الناس حتى اللي موجودة بره النادي الأهلي في النهاية عائلة وحدة بتجمعنا كيان وعلم ونصر وشعار النادي الأهلي قبل ما أطلع لفاصل يمكننا روي فيتوريا المدير الفني المنتخبنا الوطني أعلن قايمة المحترفين اللي هيشاركوا في مباراة مصر مع ملاو الجولتين 24 مارس و 28 مارس قايمة المحترفين تكونت من التسع لعيبة محمد دا صلاح أحمد حجازي أحمد حسن ناكوكا طرق حامد سام مرسي سام مرسي بيعود من جديد لقايمة المنتخب أحمد حمدي مصطفى محمد عمر مرموش وإمام عشور ويبدو طبعاً أن تريزيجي خرج من القايمة بسبب الإصابة ألف مليون سلام عليك يا تريزيجي نهرج لفاصل وبعد الفاصل نستكمل بها فقرات برنامج الترنت الأهلي باستعد لمواجهة المأولين العرب بكرة ولكن كل العيون والأنظار كلها مستنية المباراة القبرى والمباراة اللي بالتأكيد نتجتها تفرق في مشوار الأهلي في دور أبطال إفريقيا مباراة سانداونز يوم السبت المقبل ولكن الأهلي ليه مدرسة مختلفة آه تستعد لمباراة سانداونز لكن بكرة عندك مباراة مهمة جداً في سباق المنافسة على الدوري العام طيب الفريب يستعد ازاي؟ النهاردة الدخول في معسكر مغلق في قايمة طبعاً من الغيابات والإصابات منذ المباراة السابقة من القطن الكاميروني مين ممكن يلحق مباراة بكرة؟ مين الجهاز الفن هيتدخر ويرياح عشان مباراة سانداونز؟ كل التفاصيل دي بالتأكيد أن يعرفها من خلال زميننا محمد توفيق اللي متواجد حالياً في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نعرف منه ما هو الجديد مساء الخير يا محمد مساء الخير زمين العزيز محمد سعيد تحياتي دي كل مشاهدك نعرف كل مكان طمني على أخبار الفريق قيمة الغيابات والإصابات كيف يستعد كولر لمباراة الغد وأيضاً أكيد في تركيز على مباراة سانداونز يوم السابق اللي جاي ورحلة الصفر ابتداء من يوم اللاربع إن شاء الله بإذن الله محمد أنا عاز أأكد على كلامك اللي قلته في البداية إن طبعاً مباراة مهمة أمام سانداونز ومن بعدها القطن الكاميرون ولكن قدر النادي الأهلي إنك بتلعب على كل البطولات كل موسم فيعني الجهاز الفني بالطبع للسادات كله أو الاهتمام الأكبر هو بمباراة المقاولين المباراة المؤجلة من الجولة 17 إن شاء الله بكرة الساعة الخامسة مساء على السادق الأهلي طبعاً مباراة صعبة جداً خاصة إن محمد في ظل الضغط وفي ظل الوقت وفي ظل إنك إنت بتنافس على بطول الدوري أو استحافظ على صدرتك وترجع لقبك المفضل مرة أخرى وكمان بتستعد لرحلة طويلة جداً زي ما قلت الجنوب أفريقيا ومن بعدها الكاميرون ممكن أهم مميزات المرارة النهاردة أو أهم ملامح المرارة النهاردة هو عودة محمد شريف للتدريبات الجامعية دخول خالد عبد الفتاح مرة أخرى وكمان أحمر عبدالقادر لسه بقى طبعاً المحمود متولي يمكن بعيد شوية حسين الشحات بيواصل برنامجه التأهيل والعلاجي عمر السلية كمان بيواصل برنامجه التأهيل والعلاجي ويمكن في آخر مراحل البرنامج كل اللاعبين بحالة نفسية وفنية ومعنوية أكثر من رائعة الجهاز الفن بالطبع كان فيه محاضرة النهاردة قبل المرام طبعاً درسوا فريق المؤولين يعني منافس الأهلي في مباراة الغد بإذن الله بشكل كبير جداً نتكلم عن أهم من قطقه هو الضعف الطريقة كمان اللي هيلعبها الفريق بكرة وزي ما احنا نتكلم محمود نحن حالاً دلوقتي الفريق يعني بيختتم خلاص الأستعداده والمران الأخير والأساسي كل الأجواز زي ما قلتلك كلها منصب على مباراة المؤولين هتبقى خطوة نخلصها ومن بعدها إن شاء الله بقى زي ما أنت قلت رحلة طويلة بإذن الله لجنوب أفريقيا ومن بعدها للكاميرون بإذن الله كل دعوات جمالية النادي الأهلي بالتوفيق لكل اللاعبين في رحلة صعبة جداً كمان يا محمد النهاردة يمكن موجود المؤد الزهني النهاردة لفريق النادي الأهلي الجديد أبرز يعني العناصر أو آخر عناصر المنضمة للجهاز الفني للنادي الأهلي وهو المؤد الزهني الدكتور أحمد أبل وفق خصائق الطب النفسي بالطبع كل الفرق الكبيرة حول العالم يعني بتستعين بخبراء الطب النفسي لإعداد اللاعبين زهنيين قبل المبارات الكبيرة وفي كل البطلات يمكن النادي الأهلي محمد كان أول الأندية المصرية اللي سبقت في هذا المجال وكان طبعاً في عهد مستر مانويل جزي كان لفترات طويلة كان معه معد زهني للفريق وبالطبع النادي الأهلي هو أول من يفعل كل شيء وله الرياضة دائماً وإن شاء الله يكون موفق وإن شاء الله يكون كل العناصر اللي بحتاجة الجهاز الفني موجودة لإذن الله لتحقيق كل النتائج اللي بيرجوها جمالي النادي الأهلي في كل مكان كما يكاً حمد فضل أكيد طبعاً احنا قدامنا طبعاً على الشاشة جانب من التدريبات ووجود كل أعضاء الجهاز الفني واللعبين لكن بالمناسبة أنتم تستعرضوا للجانب من التدريبات حتى دكتور أحمد أبل وفا استشاري الطب النفسي والمعد الزهني اللي فريق الكرة موجود كمان على دكة البودالة لما تيجي الصورة واتقرب منه أنا ألقه طبعاً دكتور أحمد لأنه كمان واحد من مشجيع النادي الأهلي واحد من جمهور النادي الأهلي اللي سبق قبل كده سافف فرحالات طويلة جداً وموجود لتشجيع النادي الأهلي في المباريات الإفريقية وده الجانب المهم جداً اتوفيق أن اللي حتى بيشتغل في الأهلي مش بيشتغل كشكل احترافي فقط لا كمان مهم جداً أنه يكون واحد محب ومشجع للنادي الأهلي طيب قيمة الغيابات والإصابات هل فيه تعديل عايز تضمننا ممكن يكون فيه لعيبة ترجع في مباراة المولين ويكون جاهزة على ماتش سانداون زي طفي يعني عاوز بس أضيف على النقطة أنت كان مهم حمل يمكن ده اللي شوفناه في دكتور أحمد وفا بالفعلاً هو أعلى عددك تحس أن فيه فرحة في مبهار أنت موجود في المكان اللي أنت بتحبه يعني كشغال أكاً شغل احترافي ولكن موجودك في مكان أنت بتحبه وبتنتمي ليه أعتقد بيبقى فخر زيادة بتبقى حاس بقيمة المكان قوي وده إن شاء الله ينعكس بشكل كبير جداً على عمله يعني السؤال الثاني وقايمة الغيابات يعني أعتقد الأقرب للدخول لقايمة المقاولين في الغيادة محمد بإذن الله هو أخير دعب فتاح طبعاً الزهير الأيمن وكمان أحمد عبدالقادر جناح الفريق أعتقد دول يبقى أقرب العناصر محمد شريفي يمكن جاهز وشارك في تامينات الأمس واليوم ولكن أعتقد يعني ممكن يكون يتم الضخار وزي ما طالت في البداية في بعض اللعبين هتم الضخارهم لرحلة طويلة جداً جنوب أفريقيا من بعدها كاميرا فأعتقد الأقرب هو أدخول خدع فتاح عام عبدالقادر يعني عاوزة طبعاً كمان كهرباء بيشارك بشكل تام وكامل في المرام بشكل أكثر من رؤية خلاصة يعني اتشافة بنسبة ما في المهم للإصابة كل اللي عابين دونه إن شاء الله تشاهدهم قائمة المؤولين وبإذن الله أي 11 اللعب يعني يكونوا مشاركين أمحمد يكونوا على قدر المسؤولية وإن شاء الله يكونوا موفقين ويضيفوا سلاس نقاط يعني جديدة إن شاء الله تكون عاوناً في مشواري الدور الطويل خاصة أن تبقى أفنى صفحة الدور بنهاية شكلها كويس وبسلاس نقاط قبل إن شاء الله رحلة الصفر يعني عايز أقولك دقاء قليلة والتمرين هينتهي من بعدها هتم إعلان قائمة من 22 اللعب للمبيت بقى أحد الفنادر القريبة من الإستاذ بإذن الله ومن بكرة بقى يوم الفريق هبتدي مبكراً جداً طبعاً غزة المباراة هتبقى الساعة الخامسة هبقى الفطار في التساعة صباحاً الغدف الواحدة ظهراً وكمان المحاضرة الفنية هتبقى فيه تمام السالسة وبين بعدها هيكون التحرك بإذن الله لإستاذ السلام لخوض مباراة الأهل والمقاولين في إطار مباراة مؤجلة من الجولة 17 دولة المصر الممتاز وكل الدعوات بإذن الله بالتوفيق ويبقى نادي الأهل دائماً في المقدمة ويبقى دائماً رقم واحد آخر حاجة توفيق بسرعة السلية الشحات متولي الموقف النهائي سريعاً يعني متولي أعتقد متولي أعتقد بعيد شوية محمد حسين الشحات وعمر السلية هم اللي في المراحل النهائية من التأهيل بتاعهم وإن شاء الله يعني يكون لهم نصيب وإلحاقوا رحلة جنوب أفركة بإذن الله رب العالمين بإذن الله زمنا محمد داتوفيق موفد قناة الأهل بشكرك على كل هذه المعلومات من ملعب التيتش وقدر إمكان حاولنا نضمنكم على أخبار الفريق طيب نروح بسرعة عشان الوقت بيجري بينا لتريند الأهلي ونشوف اللي كتب على الأهل في السوشيال ميديا وطبعاً زي ما أنتوا شايفين ده جانب من التدريبات قدامكم هو السلية بيعمل تدريبات تأهيلية في أرض الملعب لكن طبعاً مهم جداً في الوقت السريع ده نشوف إيه اللي تكتب في السوشيال ميديا لأن فيه نقاط مهمة جداً السوشيال ميديا اهتمت عليها نبدأ تريند الأهلي مع بعض والبداية من حساب الوطن سبورت بيقولوا 13 لاعب خارج حسابات كولر أمام المأولين العرطان بيكلموا على لعيبة كتير قوي غابت بسبب الإصابة زي متولي خالد حسين الشحات السلية عبدالقادر كريم فؤاد أكرم توفي ولكن فكرة راحة عدد من اللعيبة للعب مباراة القطن وارد في مباراة بقرة زي كهرباء شريف علم علول محمد هاني حمد فاتحة عموماً هنستنى نشوف كولر إزاي بيستعد وهيفكر في هذه المباراة المصر الرياضي برضو بتكلم على التشكيل سبع تغييرات منتظرة من كولر في تشكيل الأهلي أمام المأولين هو الحدث الأهم كيف يستعد كولر لمباراة المأولين في ظل كل هذه الغيابات وفي ظل الاستعداد والسفر لسانداونز يوم الأربع كمان حساب يلا كورا فرصة ضئيلة مصدر يوضح ليلا كورا موقف السلية من مبارتي سانداونز والأطن للنهاردة بنتكلم يوم الأتنين لسه المباراة السبت فنستنى شوية 48 ساعة لغاية لما يسافر الفريق وممكن الفريق على فكرة يصطحب السلية وحسين لأنه لسه عندك مباراة تانية مع الأطن الكاميروني وهتفضل هناك مش هترجع على مصر ملعب القاهرة 24 بيقول الأهلي يجدد عهد حسين الشحات وياسر إبراهيم لمدة 3 سنوات ده هيحصل ولكن في التوقيت المناسب النادي الأهلي هيعلن عن كل الأمور المتعلقة بالتجديد آخر حاجة الوطن سبورت من هو مساعد موسيماني المرشح لمعاونة كولر في الأهلي فيه كلام بيتقال في السوشيال ميديا أنه ممكن يتم الاستعانة بموسى متلعبي محل أدالي كان موجود مع عبيدس موسيماني ولكن حتى هذه اللحظة كل هذه الأخبار عبارة عن اجتهادات ننتظر ونرى خلال الساعات اللي جاية ماذا سيحدث فيه إضافات الجهاز الفني اللي ممكن يكون كولر طالبها في المرحلة اللي جاية طيب السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة التشكيل وتوقعتك ليه نتيجة المباراة أستاذ خميسة شرف بيقول أفضل تشكيل أن يكون التحكيم عادلا بعدها أي 11 لعب إن شاء الله نفوذ يعني وبالنسبة له التحكيم أهم من التشكيل طيب أستاذ محمد ياسر بيقول الشناوي هاني معلول عبد المنعم ياسر إبراهيم ديانجة حمدي قندوسي رعفة خليل طاهر قهرباء لكنه لم يتوقع النتيجة أستاذ أحمد بيقول علي لطفي محمد أشرف ياسر إبراهيم أيمن أشرف رمي ربيعة كوكا ومراوان عطية طاهر كندوسي رعفة خليل وشادي حسين أستاذ أحمد يبدو نعايز يعمل روتيشن بس بنسبة كبيرة في تشكيلة الفريق عموما ننتظر بكرا نشوف التشكيلة وكيف يفكر كولر في مباراة المأولين وأكيد عند رؤية لمباراة سانداونز في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة ونلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء عقب مباراة المأولين العرب وإن شاء الله الأهل يكون معاه التلات نقاط وبيستعد للسفر إلى جنوب إفريقيا شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء